بعد ما تعلمنا طرق الربح من الانترنت صار لازم نتعلم كيف رح نسحب هاي الارباح لهيك صار لازم نتعرف على افضل محفظة في تركيا وهي منصة باريبو من خلال محفظة باريبو بامكانك القيام بعمليات الايداع وعمليات سحب الاموال وهي الاموال بامكانك سحبها على حسابك البنكي مباشرة ورح نتعرف على كيفية توصيق منصة باريبو على البطاقة الشخصية ورح نوضح طرق السحب وطرق الايداع وكل ما يخص محفظة باريبو لكن لا تنسى اللايك والاشتراك قبل ما نبلش بالشرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام حياكم الله أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد متل ما عودناكم دائما بقناتنا المتخصصة بطرق الربح من الانترنت رح نوضح لكم كل شيء خاص الربح وكمان حكينا بفيديوهات سابقة عن طريقة انشاء حساب باير وحساب بايونير أما بالنسبة للأشخاص المقيمين في تركيا فلازم نوضح لهم كيفية انشاء حساب باريبو لأنه منصة باريبو تعد أفضل محفظة إلكترونية في تركيا رابط المحفظة رح يكون في الوصف بإمكانك كمال تحميل التطبيق الخاص بهي المحفظة من المتجر الخطوات اللي رح نشرحها بإمكانك القيام فيها من المتصفح أو بإمكانك القيام فيها من خلال التطبيق الخاص بهي المحفظة رح نضغط على الرابط الموجود في الوصف رح تفتح معنا هاي الصفحة رح نترجم هاي الصفحة حتى نسهل الأمر على نفسنا أكتر للقيام بإنشاء حساب جديد رح نضغط على اشتراك مجانا رح تفتح هاي الصفحة معنا رح نكتب الاسم والكنية بهذا السطر ولازم ننتبه لأنه الاسم والكنية لازم يكون مطابق للاسم والكنية الموجود بالكملك حتى ما نواجه مشاكل بعملية التوصيق وتحت رح نكتب رقم الهاتف الخاص فينا وتحت رح نقوم بإضافة حساب جيميل وتحت رح نقوم بكتابة كلمة سر وبعدها رح نأكد الشروط والأحكام وهيك رح نضغط على إنشاء حساب رح توصلك رسالة على رقم الهاتف اللي انت أدخلته قبل شوي هاي الرسالة فيها كود تأكيد رح نقوم بإدخال هذا الكود بهي المحفظة وهيك صار الحساب جاهز وتم إنشاء هاي المحفظة بنجاح بعد ما قمنا بإنشاء الحساب أو المحفظة لازم نوصق هاي المحفظة حتى نقدر نستفيد من كافة الميزات المتاحة رح نقوم بالضغط على الاسم الموجود في الزاوي طبعا هذا هو الاسم الخاص فيك وبعدها رح نختار خيار المصادقة رح تفتح معنا هاي القائمة وفيها خيارين الخيار الأول هو للأتراك أو الأشخاص الحاصلين على الجنسية التركية أما الخيار الثاني فهو للمقيمين بتركيا والحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة أو الكملك رح نختار الخيار الثاني واللي هو الأجنبة وبعدها رح نقوم بإدخال الاسم والكنية طبعا لازم ننتبهه نقوم بإدخاله متل مو موجودة بالكملك حصريا وتحت رح نقوم بإدخال رقم التاجع وبعدها رح نكتب تاريخ الميلاد متل مو مسجل بالكملك وبعدها رح نختار الجنسية الأصلية لصاحب هاي البطاقة اللي كان سوري أو عراقي أو ما شابه وبعدها رح تكتب المحافظة اللي انت مقيم فيها حاليا وبعدها رح تكتب المقاطعة التابعة لهي المحافظة وبعدها رح تضغط على إرسال هيك بيكون تم توسيق هاي المحفظة وهلأ رح ننتقل للتطبيق الخاص بهي المحفظة على الهاتف حتى نكفي شرحه هناك وحتى توضح الفكرة أكتر بالنسبة لإيكم يعني بيكون شرحنا هاي المحفظة من المتصفح وهلأ رح نكفي شرحه من التطبيق الخاص فيه بعد ما نكتب الاسم وكلمة السر رح تفتح معنا هاي الواجهة رح ننتقل مباشرة للمحفظة أو الجزدان حتى نوضح طرق السحب وطرق الإيداع بالنسبة للأشخاص اللي رح تقوم بعمليات الإيداع من كرت البنك الخاص فيه رح نختار هذا الخيار وبعدها رح نختار نوع البنك اللي انت رح تقوم بعمليات الإيداع منه ومثل مو شايفين موجود زراعات بنك ووقف بنك وغيره كتير من البنوك الموجودة انت رح تختار البنك المناسب للك نحنا اخترنا زراعات بنك تحت متل مو شايفين طلع عنا اسم وآيبان رح نقوم بنسخ اسم المستخدم من الإشارة الموجودة بجانب هذا الاسم وبعدها رح نروح لتطبيق زراعات بنك ورح نقوم بإضافة هذا الاسم وتحت كمان موجود الآيبان رح نقوم بنسخ هذا الآيبان وبعدها رح ننتقل لزراعات بنك ورح نقوم بإضافة هذا الآيبان وبعدها رح نقوم بتحويل المبلغ اللازم هيك بيكون وضحنا طريقة الإيداع اما بالنسبة لطريقة السحب اذا كان في عندك ارباح او اموال على مواقع او تطبيقات رح تحول هاي الاموال لهي المحفظة وبعدها رح تقوم بتحويل هاي الاموال لحسابك البنكة وهيك رح تقدر تقوم بعملية السحب رح نختار خيار السحب وبعدها رح تظهر امامنا هاي القائمة متل مو شايفين الاسم مسجل مباشرة تحت رح نقوم بإدخال رقم الآيبان الخاص فينا طبعا على اي بنك انت رح تقوم بتحويل هاي الاموال والتحت رح تقوم بإضافة المبلغ اللي انت رح تقوم بعملية سحبه في نقطة مهمة عند القيام بعملية السحب حصرا لازم يكون الحساب البنكي والمحفظة الالكترونية لنفس الشخص يعني ما فينك تقوم بعملية سحب الاموال من هاي المحفظة لحساب بنك لشخص تاني والحد الأدنى للسحب من هاي المنصة هو 10 ليرات تركية وجور المعاملة لكل عملية سحب هو 3 ليرات تركية هيك رح يوصل الرصيد لحسابك البنكي مباشرة اذا انتقلنا لهذا الخيار فرح نشوف انه هاي المحفظة تدعم عملات كتير بإمكانك من خلاله شراء هاي العملات او بيع هاي العملات وكمان المواقع اللي انت اشتغلت عليها وربحت منها رح تقدر تسحب هاي الاموال من خلاله طبعا رح تختار اول شي العملة اللي انت ربحتها اللي كانت البيتكوين او اللايتكوين او الترون او غيرها وبعدها رح تقوم بنسخ رابط المحفظة لهاي العملة وبعدها رح تضيف هذا الرابط بالتطبيق او الموقع اللي انت ربحت منه وهيك رح يوصل لك الرصيد مباشرة هيك بيكون وصلنا لنهاية الفيديو اذا استفدت من الشرح لا تنسى تدعمنا باللايك واذا كنت اول مرة بتشوف قناتنا لا تنسى تضغط على زر الاشتراك حتى تكبر اسرتنا بوجودكم وطبعا اذا واجهت اي مشاكل او كنت بحاجة لأي مساعدة اكتب هذا الشي بالتعليقات ورح نساعدك باقرب وقت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته